مع انا بحجة جورجي على التليفون تفضلي ايه مساء بخير عايزة مساء النور تفضلي عايزة انا طبعا ولا حالة نتكلم على ابونا لؤ بس انا عايزة اقول لشعب كله ما تنسوش ابونا لؤ كان كل كلامه عن المحبة فعلا كان بيزرع فينا في اولادنا حاجة تبين صغيرة بس هي البقية اللي فيها كل الحياة كان بيكلمنا كثير عن محبة وكان كله وعظاته بيغفرنا ازاي نوصل للطريق اللي هو فعلا رائع كان عنده حب ياخدنا كلنا للسماء بيبقى حلوين ونضاف ومحبين وعملين خير كله في حياتي بجد امونا لؤة انا مستهلش ان انا متكلم عليه بس كل اللي قدر اقوله هو لازم نمشي على خطواته على وعظاته على كلامه المحبة هي اساس كل حية كان بيقول لنا بيزرع وعملت البدر كله بدون محبة لازم يكون عندك محبة محبتش اخوك اللي انت شايفه هتحب ازاي ربنا كان فعلا اللي ما يعرفش موله لقاعد يقول لكم دخلته من باب الكنيسة لها رجة في قلب الواحد ربنا ان احنا فتو يسكننا قدام عشف النعمة ويطبر ولاده فعلا كلنا مش بس ميرا وقالتاني واحفاده ولادنا ولاده الاسم عارفهم كل الكنيسة ولاده كل الكنيسة حغيبه قراريه لقلبه مثل يسمع واحد عيان غير ما يجر يشوفه حتى لو هو تعباه لو واحد فرحان لازم يشارك فرحته لو واحد طلبه في صلاة يصليله ويرجع يعيد عليه ايه الاخبار ويطمن عليه معا انه هو اللي كان عايز يطمن عليه بجد ابونا لو انا يعني قومة كبيرة اوي معالية اوي في قلوبنا كلنا ربنا ينح نفسه ويصبر عيلته وتسوني ناديا اللي خدمت معاها وتعبت وتعبت معاها معاولدنا وحبته كتيره واحنا مافيش اي كلام يعبر عن حبنا لك يا ابونا لو ربنا يعز الجميع يعزي اسرته يعزي تسوني ناديا ويعزي ارساني ويعزي ميرا وابونا كرولوس وابونا كرولوس ويعزي نحنا كمان لان احنا برضو محتاجين تعزي ابن السامن شكرا يا باهج يا ربنا يعزيك يا ربنا يعزيك تعزي